شهدت مدينة دولاء الكاميرونية دورة إدريبية حول تقوية وتعزيز قدرات المنتجين الإعلاميين حول كتابة الأفلام الوثائقية تقرير هارون أبا أدم هذه الدورة الثانية لمؤسسة كورديا بروديكشون الكاميرونية المتخصة في الإنتاج السماعي البصري والأفلام الوثائقية وقد تم اختيار خمس مشاريع من بين 20 متنافس وأن الأعمال التي تم اختيارها هي ثلاثة من دورة الكاميرون وواحد من دولة شاد وهو مشروع الزميل محمد عبدالله حسن المخرج بقسم الإنتاج بتلفزيون شاد والمشروع الخامس من دولة الجابون ويهدف هذا اللقاء إلى تدريب المنتجين وتعزيز كفاءاتهم بمعلومات ومهارات جديدة في تحرير وكتابة الوثائقيات ومن أجل إنتاج إعلامي أفضل بالإضافة إلى تقييم المشروعات المقدمة وتحليلها وكيفية معالجتها وطريقة الإنتاج وأن مؤسسة كورديا بروديكسون تسعى لعكس صورة إفريقيا الحقيقية بأقول وأيدي إفريقية وذلك لعرض المناظر الخلابة والموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة السمراء وأيضا عرض نمط الحياة في إفريقيا حسب التقاليد المختلفة لشعوب القارة وأن شروط النجاح للالتحاق بهذه الدورة هي نوعية سياغة المشروع ومضمونه حتى ينتظر منه أن ينال عجاب الجمهور وعقب هذه الدورة سيقوم مقدم المشروع بدراسة مسحية ميدانيا وبعد ذلك تبدأ المرحلة العملية لترجمة الفكرة من ورق إلى فيلم وثائقي ويتم عرضه خلال حفل رسمي